عندي فقرة صور كابتل يعني أنا بشوف أن هي فقرة مهمة جدا ويعني عشان وقتي بينتهي مع حضرتك فنبتديها وأنا بقولك لو تحاول لو أنت عايز توجه رسالة أو تعلق على الموقف معين بالنسبة ليه الصورة التي تظهر قدام حضرتك نبتدي بأول صورة وهو يكون طبعا حد أنت كنت عايز تكلم عليه مستر موسيمانيو تكلمنا عنه يعني لو عايز توجه والله مفاجأة أنا بالنسبة لي مفاجأة يعني ما كنتش متعقل النجاح ده منه بصراحة لكن في الآخر واضح أنه بيكتد وبيشتغل علشان كده ربنا بيوفقه تمام كارترون كابتن كارترون أنا كنت ومعترض بشكل كبير جدا عارجوه ناتزة مالك تاني بعد ما ساب ناتزة مالك ومشي ما كنتش حبه أنه يبقى متواجد بصراحة كنت حب أنه يبقى فيه قرار صارم بعدم تدريبه تاني في مصر لكن ده قرار المسؤولين عن ناتزة مالك وهم أحرار فيه لكن أنا شايف ناجح لغاية دلوقتي يا كابتن أنا بصراحة ما بحسش أنه ليه إضافة كبيرة أنا حسس أن الفطر فاتت إضافته كانت ما فوت تبقى في طوقة أفرخة؟ طبعا اللي سنده أسامة بشكل كبير كابتن إهاب جلال البوب ده ده المعلم دلوقتي كابتن إهاب نموذن مشرف للمدرب المصري المثقف المتعلم المحترم اللي هو بيقدر يغير لما بيشتغل في أجواء هدية الإضارة وعداكت إن لو وصل المربع الزابي طبعا وكان موضوع بعيد عن إسماعيل إنه ياخد مكافأة محترمة طبعا ده كان حينزل إحنا كنا عادينا كلنا حطين إيهنا على قلبنا للإسماعيل حينزل يا جماعة لكن المنقذ إهاب جلاله واللي قدر إنه هو بصراح يرجع نادل إسماعيل تاني لوضعه الطبيعي سورة بعدها أفشة كابتن النجم هو دلوقتي نجم النادل أهلي وإخلاصه وتعبه واكتهاده واضح يعني ربنا موفقه بشكل كبير جدا لإنه واضح إنه هو مركز واحد مصاب قاعد في النادي ليه النهار بيتعالج علشان يرجع يلحق الماتشين برغم إن كان المفروض إنه ما يلحقهمش فده ربنا بيكافأة على تعبه وعلى اجتهاده إنه الفترة الأخيرة موفق بشكل كبير أتمنى له التوفيق في الفترة اللي جاية إن شاء الله تمام سورة اللي بعدها بين شاركة لايب كويس طبعا ما حدش يقدر ينكره وإضافة كويسة جدا لناد زمالك كمدر بكورة وكواحد مهتم بكورة أتمنى ناد زمالك يجدد له ويبقى متواجد في الملعب المصدرية لإنه إضافة تمام سورة اللي بعد كده كابتن خطيب الأسطورة الأسطورة صاحب المنظومة النكحة حتى الآن طبعا المسندة اللي بيعملها اللايبت النادل أهلي بتشمل عليهم ضغوط كتير جدا 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 وأظن أن لي قدر كبير جدا من النجاح الفترة الأخيرة كابتن محمول خطيب تمام سورة اللي بعدها صفة محمد يا كابتن أتمنى له التوفيق طبعا وأتمنى أن صفته تبقى بسيطة لكن هو محتاج تركيز أكتر من كده محتاج وزنه يقل عن كده محتاج أنه هو ما يشغلش دماغه بأي حاجة غير أنه هو يثبت أنه هو فعلا لعيب عالمي سورة اللي بعدها محمد شناء وكابتن حدث مرمونا دي السد والقائط أنا شايفه أنه هو بيكمل مسيرة القواد للناد الأهلي العظام اللي كانوا قابله وشايف أنه هو ماشي على الخطة دي شوف اللقطة اللي بعد المباراة وهو بيخرج صحفين بقول لهم لسه والمباراة ما خلصتش وشوف توجيهاته في الملعب وكلامه في الملعب قائد بمعنى الكلمة فعلا سورة اللي بعدها كابتن مش كابتن شاوي غريب مهمة صعبة الله يكون فعلا كابتن شاوي الموضوع صعب جدا والموضوع لما تبقى مش عارف مين مسافر ومين مش مسافر لغاية دلوقتي ومين معاك ومين مش معاك طبعا الموضوع صعب لكن عندنا ثقة فيك ان انت ان شاء الله بإذن الله ترفع راسنا وان انت جيب لنا مدالية كمان في الملعب ان شاء الله ان شاء الله طيب ده آخر سورة كابتن محمد شريف نجيب نادر عالي الحالي القناس الجديد اللي حسسنا وعوضنا غياب متعب ومحمد فاروق عشان ما شوفت سعب دي حيو يا شاء الله اللي هو والله يجمع عند شوية عاجات منك كده حاجات السريعة اللي هي القرار الأول اللي على الجول دي مش في كل الفراو ده حبيب يا كابت فأتمنى نهو التوفيط ان شاء الله والهو العيب كويس والأمور بالنسباله مع اللعب بقت فيه سلاسة كمان في التحرك وثقة وكمان راجل بلعب برجليل اتنين وبدماغه دي حاجة لغاية دلوقتي أصلا لو سألت جامعين نادلقال وجامعين مصر هو شوال ولا اي محدش حيعرف طب انت عارف كابتن انا نفسي معرفش عاشو لا والله انا معرفش لانه بلعب برجليل اتنين كويس جدا فمش باينة ودي ميزة ميزة كبيرة شكرا كابتن هاني نورتني وشرفتني وبدأ سعد بيك والكلام في الكرة معك ممتع انا اللي ببقى سعيد طبعا بوجودي معاك ونعلم لك طبعا مزيد من التقلق والتوفيق